التغاضي أو التغافل في العلاقات ما بين الزوجين ما فيش شك مطلوب وبيتطلب كمان عدم التدقيق كتير قوي في عيوب الغير بمعنى أنه ما فيش حد يخلق من نقص ودايما ما فيش زوجين كاملين ما فيش شخص كامل زي ما بنقول كده دايما إحنا بنكمل بعض فمثلا نلاقي في بعض الأوقات ومش بنكلم مثلا عن أنه الزوج هو اللي بيعمل كده أو الزوج هي اللي بتعمل كده أي طرف أي شريك في الحياة يعني عشان بس ما نوجيش كلامنا لحد معين نلاقي مثلا الست بتقول والله هو كويس وبيعمل لي كل حاجة بس أصلا بيحب يقعد قوي مع أصحابه طيب ما فيش مشكلة طالما بيعمل كل حاجة ليها يعني وبيساعدها وبيقدم لها كل اللي هي محتاجات وكل وسائل الرفاهية وكل طلباتها مجابة ايه المشكلة مثلا لما يقعد مع أصحابه فنتغافل عن بعض الأمور يهاب اللي ممكن تخلي الحياة تستمر ونقيش سعادة كمان يعني هي نقطة طبعا كتيرة وبتبقى محطات أكتر في الحياة ومواقفها بتزيد وبتبقى زي اختبار كده لتحدي الاستمرار في الحياة دي لكن خلينا نتعرف على التفاصيل وازاي نتغافل أو نخلي الحياة الزوجية تمر باستقرار ويكون فيه سلامة نفسية زي بمنقول لهذه الحياة الاجتماعية والشراكة اللي بتستمر وبيكون فيها الأبناء يكون نفسياتهم سليمة وبالتالي يكون المجتمع بشكل كامل سليم خلونا نتعرف على التفاصيل حوارنا مع الشيخ محمد علي العليمي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية برحب بحضرتك كيف فضلتش أهلا بحضرتك صباح الخير حضرتك يعني التغافل يعنام ليه جميع خالص أولا الحمد لله رب العالمين وأكمل الصلاة وأتم التسليم على النبي الأمين اللهم صلى على سيدنا محمد إنه على آله وصح به أجمعين وبعض الموضوع النهاردة الموضوع ده وعايز أقول لحضرتك وأقول للأستاذ محمد إنه لن تستقيم أسره ولن تنجح أسره بل مش أسره بس لن تنجح علاقه بدون تغافل يعني إيه تغافل وإيه التغافل في حياة سيدنا النبي كان بيعمل كده ولم يعملو شيء والصحابة كان ماشيين إزاي مع التغافل والمقصة يعني التغافل لما أولا أنا أعمل إيه واسيب إيه والكلام الأسئلة الكتير اللي تنترح في الإطار ده التغافل وتعمد تعمد الغافلة أنا أعمل نفسي كأني مش أخد بالي حصل موقف كده هو موقف عابر موقف عارض فأعمل نفسي كأني مش أخد بالي أنا أخد بالي أنا أخد بالي أنا أتعمد إن أنا مش أخد بالي الولد عمل سلوك مش لطيف الزوجة عملت موقف كده مغسلتش لطباق ولا في موقف مش طريف ولا حاجة عرضة كده مخالفة للأصل فنعمل نفسي مش أخد بالي حاطت الزوجة أو حاطت العلاقة تحت مجهر فأنا شايف أنت فيه هنا ما نضفتش المكان ده كويس أنت حصل عندك ضرب في المشكلة دي الولد حصل منه سلوق فأنا دوما بحاسب الولد أو بحاسب الزوجة أو بحاسب العلاقة الزوجية أو العلاقة الأسرية كأنها تحت مجهر فأنا شايف بالمجهر دو فبالتالي لا أغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيتها لما نروح لحادث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نلاقي القرآن الكريم سجل لنا موقف في الحياة الأسرية والحياة الزوجية موقف في التغافل إيه اللي حصل عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبالمناسبة الأمر ده ممكن يحصل عندي في البيت ويحصل عندي حضرتك ويحصل في كل الأسر زوج بيتكلم مع زوجته وبيقول لها سر بيقول لها إيه؟ سر السر دوة معروف طبعا أنه ما يطلعش لحد تاني طبعا زوج بيكلم زوجته ولا ما تقوليش لحد ده بيحصل معنا ويحصل معنا إن القرآن يسجل معنا ده بتقوله إيه؟ أسر النبي إلى بعض أزواجين حديثة فلما نبقت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأرض عن بعض إيه اللي حصل؟ ده القرآن الكريم معبر أسر بيكلمها سر ويقول لها ما تقوليش لحد تقوم الزوجة وكتير من زوجاتنا وكتير من طبيعة المرأة خد لا تستطيع أن تكتم الكلمة سمعا؟ مش كلهم؟ مش كلهم نعم ببعض لا مش كلهم طبعا تمام بعض منهم فما تستطيعش أنها تضبط الكلمة بشكل تام وأنت قلت لها الكلمة راحت ستنا حفصة المفسرين يقولوا إن الزوجة دية كانت ستنا حفصة من سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضها راحت قيلة لضرته ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضها أم المؤمنين ده النبي قيل لك ما تقوليش لحد فيقوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الوحي جبريل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بمقالة حفصة لعائشة يقوم سيدنا النبي بقى يجيبها يعمل لها كشف حساب وانت قلت واحد اتنين تلاتة ربعة لا أبدا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يديها إشارة أنه عرف تمام شفت عبير القرآن الكريم وقال ليه عرف بعضه وأعرض عن بعض يقول لها أن أنا عرفت القصة دية وأن السلوك ده بمطرف خافي كده أو بأسلوب غير مباشر ما ينفعش ويعرض عن الكلام وعن الحديث ليه يعرض عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر هو سيدنا النبي مش قوي أن يرد باللسان وأن يفعل كل الأفعيل صلى الله عليه وسلم يستطيع كل شيء لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقدم بقاء العلاقة الزوجية مع تصفح الخلل بجزء من التغافر وانا عايز أقول لحضرتك وأقول لأستاذ محمد أن معظم المشكلات أستطيع أن أقول لحضرتك 90% من المشكلات في الحياة الزوجية يكون مبدأها عدم التغافر هي الزوجة بتحاسب زوجها يعني على الهوى اللي داخل واللي خارج فيبقى الزوج لما يخش البيت نفسه يطلع من السجن يا خبال حضرتك مسكة الموبايل بتاعها أو الآيبات بتاعها أو الشغل بتاعه فهي دوما كأنها حضرتك بتدور أنها تصيد المشكلات أو النبا مولانا ركزوا النبا وكذلك الأزواج يعني الأمر مشترك بيننا وبينهم نعم الأمر مشترك بيننا وبينهم وكثير من الأزواج يبقى متابع الزوجة علت سطحة في موقف من المواقف أو في لقطة من اللقطات وأنا بقول دوت على سبيل أمر عابر مش الطبيعة مش السلوك الأصل ده أمر عابر فتيجي الزوجة بقى تبدأ تعمل مشكلة قد تختلق مشكلة من غير مشكلة ونسمع مشكلات كتير يا مولانا زوجتي منكد علي حياتي ليه عامل منكد عليك حياتك أنا زوجتي متأكدة أو بتقول لي أنت ماشي في حاجة مش مزبوطة أنت ماشي في حاجة غلط يا أخت الكريمة أنت شفتيه في حاجة غلط لا لا أصله ماسك التليفون ولما جامسك التليفون بعده يا ست تغافلي خلي الحياة تكمل يا أخت الكريمة أنت بتسود حياتك وبتنغاص معيشتك أنا محتاجين الحياة متكونش كده ويجي الزوج أصلي يا مولانا بتهيأ لي كذا يا أخي الكريم أين التغافل فينك قدقنا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نبص في سرطة النبي صلى الله عليه وسلم أنه نلاقي القرآن الكريم سجل بعض المواقف والمعنى صريح ونلاقي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحد واسمعه مواقف عجيبة هي الهدف أن النفوس لا تشيلش من الطرفين مش قصة أنه تشيلش بس ده قصة أنه نبقى قادرين نشوف بعضنا بصورة كويسة إحنا اللي بيحصل إيه حضرتك أنا بدأت أخد جنب وبدأت مركز على ما إحنا بشر هو إحنا حد قال إن إحنا ماليكة يحدث من الخطأ ويحدث من الطرف الآخر الخطأ لكن واجه الإشكال إيه أنا يلزمني علاج الخطأ ولا إن أنا أزيد في الخطأ أنا فرضا أنا كزوج أخطأت في حق الزوج صدر مني موقف عابر ليست هذه عادتي وليس هذا سلوكي فلما صدر مني الموقف العابر المفترض إن الزوجة الطرف الآخر بيحاول يرجعني لما كنت عليه ولا بيحاول يخليني أزيد في الغلط الزوجة بتسمع متابعة فلام ولا متابعة مسلسلات ولا متابعة كرتون ولا بتعمل مش عارف إيه ومهملة أنا في النحية أولى أقول له تغافل عمي نفسك مش أخد بالك ترامى هذا الأمر عارض إم تتكلم؟ إم تبدأ أخذ موقف؟ إم تأفتح كلام معاه؟ أما يصير الأمر دوت أمر بقى شيء طبيعي بالنسبة له وأمر مستقر عنده وأمر بيترتب عليه مفسدة فأنا في الحالة ديت عايز أحل المشكلة اللي عندي وعايز أخرج من المفسدة اللي أنا فيها يبقى أنا لما عملت كده عالكت الخلل اللي موجود لكن إحنا العكس العكس إيه؟ ندى أن نشوف المشكلة وما تبقاش فيه مشكلة مضخمة بالمشكلة رغم إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما حصل موقف من الموقف اللي فيها مشكلة كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حريص إن يحل المشكلة وإن يخرجنا من المشكلة موقف يحصل عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولكأنت تخيل سيدنا النبي فيه طعام وفيه يعني صفحة فيها طعام جيه لسيدنا النبي من بيت إحدى زوجاته خلاص النبي جاي له أكل في طبق من عندي إحدى زوجاته تقوم ستنا عيشة رضي الله عنها وأرضها تشوف سيدنا النبي بيأكل في الطبق في يومها ده طبق جاي من بره أكل جاي من بره تروح تعمليه ستنة عائشة زوجة تغير على زوجة مسكت طبق كسراء مشكلة ولا مش مشكلة طبعا تخيل بقى لما حصلت دلوقتي هيقوم عليها حضرتك منعايز اقول لحضرتك اهو موقف بقى صعب ده مش مش موقف سهل مش موقف يعدي لكن هذه ليست عادة عائشة وليست طبيعة عائشة هذا موقف عابر هذا موقف عارض يقوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعمل اي بقى يقوم يخد يجيب طبق من عندها ويحط فيه طعام ويقول طعام بطعام وصفحة بصفحة غارت امكم الموقف اللي حصل انتهى عند القصة دي اتحل ان زوجة بتغير على زوجة ويتغافل صلى الله عليه وسلم عن الامر دو لما تعيش مع سيرة النبي يا قسي محمد تجد امر عجب لما انس ابن مارك خادم النبي صلى الله عليه وسلم خدم النبي عشر سنين يقول خدمتو النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي لشيء فعلت هم متصور انه لم يصدر من انس ما يوجب أو ما يستدعي النبي صلى الله عليه وسلم يستوقفه أكيد فيه لأنه بشر حدث بشر طيب ومع ذلك والسنة نفسها جات لنا ببعض المواقف اللي حصلت من أنس لكن ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم طالما كان الأمر عارض طالما كان الأمر لا يستدعي الوقوف طالما كان الحياة مشية والخلل يسير والخلل يمكن التغاضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يستوقف أنس النقطة بقى دي تحديدا إيه الحاجات اللي أنا أتوقف عندها نعم بعيدا طبعا موضوع التكرار قلنا لو الموقف تكرر أكتر من مرة ما بين الزوبين هنا بيكون فيه وقفة وبيكون فيه كلام نعم طيب لو الموقف حصل موقف عارض نعم لكن هل فيه مواقف معينة ينفع نتغافل عنها أو مواقف لا نعم ونعمل سؤال لأستاذ محمد وأنا أحيي حضرتك على السؤال دو إمتى أتغافل وإمتى يجب أن أنا أقف عند الحد دو أتغافل لما يكون الموقف اللي حصل ما يترتبش عليه مشكلة أو مفسدة في الحال أو في المقال يعني أنا دخلت لأيت الزوجة عذرا البيت مش نضيف الشقة مش ميروقها كويس دخلت لأيت الزوجة نوعا ما صوتها عالفة على ابنها دخلت لأيت سلوك مش مقبول لكن السلوك دوت يمكن تضاركه ومش هيترتب عليه مشكلة لا في دلوقتي ولا بعد كده الولد ممكن ولا بعد كده لما الأمور تهدى ما تحعل ديس صوتك عليها عشان الولد نفسه أنا يبقى كويس اتعامل مع الولد برفق عشان الولد يبقى أموره كويسة اللي أنا حبيبتي محتاج منك بتضيق جدا لما تخلق البت مش متروأ والبت مش نضيف فأخذ بالك من الجزئية دي إمتى بعد الموقف ما ينتهي عشان نهل المشكلة أيوة ده يحمل الإسلوب اللي بتقلبيه هو حضرتك إحنا بنقول إحنا كزوجين محتاجين نفهم يعني إحنا حياة زوجية وطبيعة الحياة الزوجية دخول الندية في الحياة الزوجية أنا بقول لحضرتك فشل للحياة الزوجية في الحال أو في المقال ممكن تمشي شوي أنا ممكن تمشي سنة وتمشي اتنين وتمشي خمسة لكن حتما النهاية الحتمية اللي هي لابد منها في الآخر حي تسد ليه حي تسد؟ ما هي الندية في إيه؟ الندية في العلاقة نفسها وفي التعامل فالزوجة شايفة نفسها لا أنت ما تقوليش أنا اللي أعمل وهو شايف نفسه لا أنت لازم تسمعي كلامي تمام؟ اعمل لا مش عاملة اللي هي مش هتعملي عشان هو ما يقوليش عاملة تمام؟ ما تعملش ما تعملش ليه مفهوم المشاركة؟ أصل المرأة دلوقتي أغلبها بقى عامل عندها وقت مقسم ما بين أسرة وبيت وشغل فكل ده فين من وعي الراجل؟ صلى على سيدنا النبي أقول لي حضرتك على حاجة إحنا بنقول يا زوج أنت في حياة زوجية مشتركة بينك وبين زوجتك لازم تدرك معنى الحياة الزوجية ولازم تتعامل مع زوجتك باللي وصنا به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا وتبقى حتى مش كده بس تبقى دارس لحالتها المزاجية وقدوتنا في كده سيدنا النبي حلوة دارس لحالتها طبعا ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقول لي حضرتك النبي وهو صلى الله عليه وسلم من هو يقول لزوجته والله إني لأعلم متى تكونين عني راضيها ومتى تكونين علي غضبا أنت متخيلة النبي المشغول بأمة المشغول بتبليغ دعوة المشغول بالدنيا كلها هو النبي اللي دارس لزوجته يقول لا أنا عارف امتى تبقى زعلانه مني وامتى راضي علي فإن كنت علي غضة قلت لا ورب إبراهيم وإن كنت عني راضيه قلت لا ورب محمد ده كرفعاء دوت ده حاجة ده يعني ايه انصح التعبير المثل الأعلى في إدراك الزوج لطبيعة حيات زوجته تمام فأقول لا أنا عارف امتى تبقى زعلانه وامتى تبقى راضيه فإن كنت زعلانه تقول لا ورب إبراهيم وإن كنت عني راضيه قلت لا ورب محمد ترد الزوجة بقى الرد الجميل على زوجها الرد اللي هو يعني مقابلة حب بحب ومقابلة عاطفة بعاطفة ومعاملة شيك بمعاملة شيك انصح التعبير تقول له والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله انت حبيبي انت سيد وستيد الدنيا كلها لكن أنا لما أكون متضيقة إيه اللي يحصل أنا ما أعملش 111 أنا ماركنش ومطلعش بره الدنيا كلها وأسود الحياة كلها أم بكسرش الشقة لكن انت في القلب موجود لك لما يحصل موقف عابر ما أهجرش إلا اسمك فبنقول له يا زوج انت تكون مدرك لطبيعة حياة مراتك حياة زوجتك ومدرك لطبيعة الحياة الزوجية فلما يحدث منها خلل انت قادر تتعايش معها ونقول له يا زوجة تعاملي مع زوجك دوت على إنه باب لجنتك أو لنارك واللي علمناك أسيدنا النبي قال له أين أنت من زوجك إنما هو جنتك ونارك فرق بين الندية يا أستاذة وبين لتسكونوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في الندية أنا عملت ليه أعمل وأنت معملش ليه متعملش فنعايش في الحياة الزوجية واحد زائد واحد يساوي اثنين أحيان كتير يا فضلت الشيخ بتتولد المشاكل من اختلاف الرأي في التعاونة الأبناء من عازة أكمل الجزء دي لحضرتك والأمور تتضح الحياة لتسكونوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة مبنها الحب فأنا بعمل ما بسألش المقابل بيعمل إيه أنا بقدل عليها وبشارك في أن الأسرة تنجح والأمور تستقر ومش منتظر الطرف الثاني يعمل إيه فمش ماشي في الحياة الأسرية واحد زائد واحد يساوي اثنين ممكن زائد واحد زائد واحد في الحياة الأسرية يساوي مئة تمام فمش ناصر في المقابل للطرف الثاني ففرق بين الاتنين بين اللي بينقل حياة العمل في البيت عنده في الأسرة أنا قمت الساعة تسعة وأنت قمت الساعة تنشر أنا عملت كذا وأنت ما تمشيش الحياة الأسرية كده تمشي بالحب وتمشي بالمواد وتمشي بالرحمة وتمشي بالسكينة ولما المعنى دو يكون متوفر عند الزوج وعند الزوجة يتحقق وجعل بينكم موادة ورحمة يتحقق وإحنا كويسين إحنا مئة مئة طيب دي يعني خلينا نقول إن في حاجات بتبقى صغائر نعم لكن الاختلاف برضو أنا يهمني جدا الاختلاف بين الأم والأب في تربية الأولية نعم أو في القراء حول الحرية للأبناء مثلا يعني بشكل أو بآخر من الممكن إن هي تعمل نوع من التشاح نعم جوه البيت هو عنا عزي الأول ندرك إن إحنا كأنا كإنسان أو أنا كزوج وهي كزوجة إحنا يحصل بنا أو هيكون بنا خمس أنواع من أنواع الاختلافات خلاف الطبع خلاف الزوق خلاف العقل خلاف الرأي خلاف الطبيعة طبيعة الرجل في التفكير تختلف عن طبيعة المرأة الزوق بتاعي اللي أنا شايف حلو حضرتك ممكن تيشافها مش لطيف ثقافتي أنا كزوج أو تعليم أنا كزوج ممكن يكون مخالف لحضرتك في التعليم فده ينتج عنه اختلاف فإحنا عايزين نقول الاختلاف دوت سنة كونية من سنة اللعزة ربنا يقول ولا يزالون مختلفين تمام فإحنا مختلفين للتكامل مش للتآكل والتناحر أجي لموقف زي الحضرتك بتقوليه موقف عملي إحنا مختلفين في تعليم الأولاد الولد دوت أنا أقول لي تعلم كزا والوالد وأبوه بيقول لي تعلم كزا أجي أقول لحضرتك عايزين نرجع خطوة الورا إحنا الاتنين هدفنا مصلحة الولد ولا هدفنا حاجة مقالفة طبعا مصلحة الولد إحنا الاتنين هدفنا واحد الهدف مصلحة الابن والهدف ما يحقق النافع للابن طيب نيجي بقى ندرس الطريق الاتنين أصل حضرتك المعنى اللي أنت بتقوليه دوت في مشكلة عندنا ممكن واحد اتنين ثلاثة المشكلة ديت دايما يحتاج فلوس أكتر إحنا الماديات عندنا دلوقتي ما تسمحش المدرسة ديت بعيدة عن الولد المدرسة التانية قريبة من الولد ظروف خروجنا ودخولنا دي هتكون أنسب الولد فبنبدأ نتكلم مع بعضنا ونتشاور مع بعضنا لما نتشاور مع بعضنا هنقدر نوصل لحل نرتضي لو إحنا مش مرتضي نحن لتنين مية في المية فهو واحد مرتضيه والتاني يتنازل للطرف الآخر ويقول له خلاص يعني أنا مقتنع برأيك ومقتنع أنك عايز المصلحة وصحابة سيد النبس اللي بنفسهم كان الواحد ممكن ينزل أنا في الرأي اللي سيدنا أبو بكر قاله يا عمر ده أنت صاحب رأي ده أنت صاحب فكر ده أنت كنت تشوفي الحاجة ينزل بها قرآن لكن يجي سيدنا عمر يقول خلاص طالما أبو بكر شايف كده بعد ما يتنقشم ويتحوره ما وصلش للاقتناع مية في المية لكن هو كده وأنا الهدف متأكد منه أنا هنزل لرأيه تقوم الأسرة بقى بدل ما يتحول المشكلة اللي عندنا في الحياة الأسرية بين زوج وزوجة من حاجة بسيطة الاختلاف والأمر يوسع والأب يتدخل والأمة تتدخل وتبدأ مشكلة تترقم عليها مشكلة هي عندها مشكلة أصلا فلو هو دخل بس كده أهما أنت مكشر وقالب الدنيا في حاجة موجودة في النفس ممتظرة أي حاجة تبدأ عشان تنفجر على طول ونقول بقى أن في مشكلة ظهرت من له مشكلة الله يرضى عليك لكن كان فيه ترقمات ممكن يؤثر الأمر لحد انفصال على حاجة تفهة ربما وحاجة ربما لا تستدعي إيه اللي حصل فيها قدرنا الموقف غلط طيب تمام إيه الفرق ما بين التغافل والإهمال نعم التغافل هو إدراء أنا مدرك للخطأ ومدرك للخلل ومع ذلك من الحكمة أن أتغافل عنه إن أنا أعمل بالي مش أعمل نفسي مش أخذ بالي أنا ماشي في الطريق فقمت لقيت حدي بيتكلم كلمة مش لطيفة فأنا مبشغلش بالي بيها عشان أنا متعبش تمام الإهمال أو الغافلة أنا عايش مش مدرك لللي بيحصل أصلا فأنا مش مدرك للولد أسلوبه مش كويس الولد سلوكه مش كويس مش في دماغي مش في الزهن أصلا ومن ثم التغافل أنت اللي بتتعمد إنك تعمل نفسك مش هو أخذ بالك ماشي بس الطرف الآخر ممكن ما يفهمش حاجة زي ممكن أتخالني ده إهمال أحتاج بقى أن أنا أوضح المعدة لأن إحنا حضرتك كزوجين محتاجين يكون بنا لغة حوار مشترك ومحتاجين يكون بنا طرابزة ممكن نقعد نتكلم فيها عليه ومحتاجين وإحنا بنتكلم مع بعضنا نتعلم من هذه سيدنا النبي صلى الله عليه ومحتاجين إحنا يا أستاذنا الكريم ويا أستاذ الفاضلة الإشكال عندنا النغاب عندنا إن إحنا ممكن نقعد نتكلم مع بعضنا تمام وإن إحنا تقبل بعضنا وإن إحنا تقبل الاختلاف في بعضنا وإن إحنا تقبل الجزء من الخلل اللي موجودة عند كل واحد منه إذا كنت حضرتك بتتعامل فهم أن حضرتك هتتعامل مع إنسان ملك نازل من السماء فبالتالي ما بيخطئش ولا يصدر منه خطأ أقولك أنت حضرتك فهم الحياة الإنسانية كلها غلط حتماً كل إنسان فينا فيه جزء من الخلل وحتماً في الحياة الأسرية بصرأة خاص إحنا شايفين بعضنا طول الوقت إحنا مع بعضنا طول الوقت إحنا في أقرب حياة مشتركة متلاصقة مع بعضنا يا شيخ محمد بعد إذنى يعني أروح مثلاً الزوج يروح يقول للزوجة مثلاً أنا خدت بالي من كذا أنت بتقول يكون فيه لغة حوارة أحيان نوضح إن ده تغافل وتغاضي عشان الحياة أستمر نعم أنا خدت بالي من كذا 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 بس أنا بعدي عشان الحياة أستمر نقولها كده لا ممكن ما تجيش ولا تقوى ضمنياً ضمنياً ما تجيش بطريق مباشر ولما جي إحنا أستاذ محمد عايز أقول لحضرتك محتاجين ندرس شخصية الزوجة فاجأ أقول لها الله يبارك لك ويصلح حالك ما شاء الله الولد لبسه كويس والشقة جميلة وحاجة زي الفل مش عارف أقول لك إيه المفاتيح نفسك الله يرضى عليك محتاجة تحسس المفاتيح دي ليه أنا الغاية عندي إن أنا أصوي بخطأ أو إن أنا الأمور تتعدل والله أنا عارف اللي أنت عملته كله وعارف اللي أنت بتعمليه وإنت تعبانة وإنت مياه مياه يعني يقول الكويس يقدم الكويس قبل ما يقول الوحش أنا مهدت لنفسي وإلا بعد كما مش هتدخل الشقة لو أنت قلتك كده بشكل صريح كده أحسن هتيجي تقول لك إيه بقى بقى أنت مش شايف كل دوت بقى أنا تعبانة ومتبهدلة وبصحة الصبح ونزل الولد الحضان وخرج الولد للمدرسة وفسح الولد وروح الولد للتدريب وإنت بتعملش حاجة خالص فنبدأ بقى ندخل من علاقة التكامل لعلاقة التطابع وبيكون الطرف الآخر خلاص عنده صد المشكلة لما تدار صح بين الزجين تكون سبب لمزيد محبة ومزيد قربة من الزجين تبقى فعلا يعني يقترب من بعضهم ويصل لحد لما ندير المشكلة صح ولما نشوف حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مشكلات احنا متعرض للمتناش تماما وموصلش الأمر بنا لها يعني مثلا لما تتكراري عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زوجته تقول كده يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهريني وما يوقع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ناير انت مانت خيلة ان شهرين اتنين تلاثة أهل ما فيش أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بنزوج وزوجة وما فيش أكل خالص غير التمرات الماع مشكلة ولا مش مشكلة مشكلة عظمة مشكلة كبيرة اخذ بال حضرتك الحمد لله ان انا لما وصل لهذه المشكلة ولا لمعشار معشار ونيجل لقي النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته مع الموقف دوت هم اسعد زوجين ازاي يحصل النبي مع المشكلة دي تيجي حد يعزم النبي على طعام. قول له لا. وهذه أمرات دي. قول له أنت يا رسول الله بعد يدعوك أنت للطعام. قول له وهذه. أنت قول له وهذه. بعد ثلاث مرات قول له وهذه يا رسول الله. ده بيقول للزوجة أنا معاك في المشكلة إحنا الاتنين أنا مش هقلع بنفسي أو مش هروح. أنا آل. إحنا الاتنين مع بعضين. المعاني دي كانت موجودة عند أبائنا وعند أجدادنا بالسليقة. اليوم إحنا افتقدنا جزء كبير منها. لأن بعض من إخواتنا وبعض من أبنائنا وبعض من شبابنا ما بيبقاش مدرك لطبيعة الحياة الزوجية. له مفهوم احترام المرأة. لأ هو احترام المرأة ده فرض على الكل. أيوة طيب. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من آخر وصياه استوصوا بالنساء خيرة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إني أحرّج عليكم حق الضاعفين. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات في خطبته الجامعة المانعة على عرفات لم ينسى حق المرأة وأن يوصينا بالمرأة. فأنا بقول لكل زوج ويدير سالم عندك هنا بوجهها. بقول لكل زوج تعامل مع زوجتك على أنها وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت بتحب النبي أو لا تحبه شيء؟ أنا بحب النبي. خلاصة بتعامل معه على أنها وصية رسول الله. صحيح. وبقول لكل زوجة تعامل مع زوجك على أنه بابلج الجنة أو بابلج نار. واللي علمنا كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قيل تسعة أعشار حسن الخلق. نعم في التغافل. نحط بعض تحت الميكروسكوب أو تحت المجهر قاعدين مركزين في كل التفاصيل لازم يكون فيه تغافل لازم يكون فيه تغاضي عشان تستمر الحياة الزوجية كل الشكر لحضرتك الشيخ محمد علي العليمي الواقص بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية شكرا جزيلا لك شكرا لحضرتك يا سمع محمد شكرا لحضرتك